مين المدافعين بيعجبوك دلوقتي في قلب الدفاع؟ كواحد كنت من المدافعين الأقوياء ومدافع جامل بص يعني النادي الأهلي ونادي الزمالك أو نادي الزمالك ونادي الأهلي يعني تلات تربع أو أغلب اللعيبة المدافعين اللي هنا واللي هنا شبه بعض الفروات مش كبيرة مش كبيرة مش كبيرة خالص يعني النهاردة مثلا أنا باعتبر محمود علاء دلوقتي ده مثلا بصنفه نجم كبير نجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك وهدف الفرقة لكن انا مش راضي عن ديفنس نادي الزمالك وفي محمود علاء وديفنس نادي الزمالك مثلا ده فيه السنة دي كان 19-11 جول اللي غيرت دلوقتي كتير قوي كتير كتير محمود علاء بيلعب في منتخب مصر وفي نادي الزمالك والديفنس بتاع نادي الزمالك يبقى فيه عدد الاهدف ده كلها عمغاني الوينش لا دول لسه جايين برضو شوية رمر ربيعة انا بحب رمر ربيعة جدا بس رمر ربيعة راجع بعد الاصابة برضو مش رمر ربيعة الاولاني علي جبر علي جبر نفس اداء ونفس ستايل رمر محمود علاء بالضبط يعني الفرق زي بعض بالضبط محمود رزق على الاتحاد يعني اهدى راحكم عليه وقيمه لما يروح اهل او زمان انا يعني عايز اقولن محمود رزق تحت انظار دلوقتي جهاز الفني منتخب مصر وليه مقولتش اسلام جمال برضو كمان اسلام جمال اه اسلام بقالوا فترة مختفت لا ازأ لأسف واحد من لعيبها الكبار لا 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 مقصر الدنيا في الاتحاد اسلام جمال مش محاجه ان انا لعيب دولة على فكرة انا اعرف ايو حصل شوف اسلام جمال او شوف ديفنس نادي الاتحاد او ماركز نادي الاتحاد طيرة قائم المدفعات بتوعه اسلام جمال ده كان بلعب معي في الجيش كان لما الفروق يجيب قولي شور علي الفروق غفر من منظهر من اللعبية كويسة جدا 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 بس محتاج يلعب كتير ويهدى شوية